الفقيه المجتهد صاحب الرأي والحجة والبيان أحد أئمة المذاهب الأربعة الفقهية أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي أصوله من فارس أولد سنة ثمانين للهجرة ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه نشأ بالكوفة وكان يبيع الحرير وقد طلب العلم منذ صغره حتى نبغى وعلى ذكره فانقطع للتدريس والإفتاء وكان من شيوخه الذين تلقى العلم عنهم حماد بن أبي سليمان وعطاء بن أبي رباح والشعبي والأعرج وقتادة والزهري وغيرهم أما تلاميذ أبي حنيفة فكثيرون أشهرهم القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي ومنهم كذلك ولده حماد وعبد الرزاق بن همام ووكيع بن الجراح وكان رحمه الله قوي الحجة ثاقب الذهن من أحسن الناس منطقة وقد شهد له العلماء بالفقه والإمامة قال الإمام مالك لو حدثك أبو حنيفة عن السارية أنها من ذهب لقام بحجته وقال الإمام الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة وقال أبو نعيم وقال أبو عاصم النبيل كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته وقال مكي بن إبراهيم جالست الكوفيين فما رأيت أورع من أبي حنيفة وقال عبد الله بن المبارك ما سمعت أبا حنيفة يغتاب عدوا له قط وأراده ابن هبيرة أمير العراقين على القضاء فامتنع ورعه ثم أراده بعد ذلك أبو جعفر المنصور على القضاء فامتنع أيضا إلى أن توفي وله سبعون عاما كانت وفاته رحمه الله ببغداد سنة 150 للهجرة وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله من أقواله رحمه الله تعالى إنما أدركت العلم بالحمد والشكر فكلما فهمت ووقفت على فقه وحكمة قلت الحمد لله تعالى فازداد علمي